دنيا فعشت ممجدا وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا عليك سلام الله في كل خفقة فقد ماتت الأسماء إلا محمدا صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله واجهز الله وعن سيدنا محمدا ماهو أهله تاخد الهدية نهاردة الحلقة مش محتاجة هدية انت عندك دعاء سيدنا عيسى اللي دعا ربنا به في الصلاة وارجع له في الحلقة هتلاقي دا لوحده هدية لكن مش هسيبك من هدية والنهاردة نتعلم دعاء سيدنا الخضر علي السلام دعاء عظيم جدا وحفظوه سهل جدا حفظوه لولادكم وهقول لكم فضله قيل ان سيدنا الخضر وسيدنا إلياس عليهم السلام كان يلتقيان في موسم الحج فما كانوش يتفرقوا إلا بهذه الكلمات اش معنى الكلمات دي؟ هقول لك بعد كده في آخر الحلقة بعد ما تصلع الحبيب ايه هي الكلمات دي؟ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله يقول هذا الدعاء من قاله ثلاث مرات إذا أصبح أمين من الحرق ومن الغرق ومن السرقة وفي رواية أخرى من قاله حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات عوفية من كل بلية من السلطان والشيطان والحية والعقرب ومن الحرق والغرق ومن كل سوء ومكروه دعاء سهل جدا احفظوه واجعلوه وردا لكم في صباحكم وفي مسائكم تلقون به ربكم حصنا حصينا من نبي الله الخضر عليه السلام تتعلم أني أنت ملكش أنا وإنت وإنتي ملناش باب إلا باب ربنا ملناش ملجأ إلا ربنا سبحانه وتعالى سيدنا عيسى عليه السلام بجلالة قدره وقف لربنا وبكر ربنا اوعى تفتكر أن بكاءك لله ضعف لا والله البكاء بين يدي الله يعز والتزل لله يعز ولما تمر مغوشك لربنا بالشكاية كده عز عارف ليه؟ لأن مهما كان حد قريب منك واشتكت له هيفضحك وهيمني عليك في يوم من الأيام ده أنا اللي عملتك ده أنا كنت السند ده أنا كنت الضعف لكن ربنا أبدا مغمى كانت إساعتك قل لي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا الله مهما كانت الإساءة لكن صاحبنا مهما كان إحساني مع أول موقف حتى لو لي سبعين عزروا لك لا حض الله بينه بينه ده ملوش معروف ده عمره ما وقف في ضعري ده عمره ما خدني تحت جناحه وإنا لله وإنا إليه راجعون فاضرع لربك واشك له ولا تشك لأحد من الخلق فإنما تشكر رحيم إلى الذي لا يرحم